أنا الأستاذ أحمد بن سواج السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ أحمد زكا أستاذنا فضل ونعمة الحمد لله والله أنا عندي سؤال الأول ربنا الحمد لله فيه شات مشاكل كده مفتكني فيه وربنا فالحمد لله خير ربنا كتير ربما يكون مشكلة دي اللي أنا حولها لك هي السبب معايا أخت المدام وأنا مخلفة وجوزها متوفي فمعاها نص شجة بتاعتها وهي ومرتي فكتبت نص الشجة لأبنائي فأخوتها زعلوا فيعني وقطعوها فهل أنا يعني اللي أنا فيه ده بسبب هذا الموضوع طيب أنا أقول لحضرتك أنا فهمت القصة اللي أنت ما قلتهاش أنا فهمت أن أنت بتقول أن هي كده ظلمت إخوتها فعشان هي ظلمت إخوتها فمنعتهم من ميراس فالمشاكل معاك معاك أحمد بس هي معاهم لناس غير الشجة تاني ماشي بس مش هو ده السؤال اللي أنت بتسأله هو السبب ده أه لا اللي أنت فكرت فيه ده غلط وما يزحش مع كرم الله سبحانه وتعالى بالعكس اللي إحنا نعمله مع أخت مع خالة الأولاد دي إن إحنا نقدر اللي أنا عملته وده فعل رشيد وفعل حسن وده أتلاقي ليه علاقة بالميراس ولا أي حاجة وده ولو أكلم حد في القصة دي كلها أكلم أخواتها أقول لهم اتقوا الله وما تبصوش في مال غيركم ما يبصوش في مال غيركم ما تبصوش في مال غيركم يعني إيه يعني ده ملها لا هي توفيت ولا في تركي ولا يحزنون ولا أي حاجة واللي فعلته ده صحيح ولا فيه ولا عزو بالله معصية فتبقى شؤم المعصية ترجع عليكم ما فيش أي حاجة العملته ده صح واللي أنت فيه دوت من الضيق أو أي شيء تاني ده سببه عدم التخطيط سببه أي سبب تاني لمشكلات في إدارة الحياة لكن ده ملوش علاقة خالص باللي هي عملته اللي عملته ده حلال وإن شاء الله بتاخد ثواب عليها عظيم تاخد ثوابين ثواب الصدقة وثواب القرابة فهي واخد ثوابين لما مدت نص الشقة دي لولاد أختها فهي واخد ثوابين وما فيش أي إثم عليها خالص لكن الإثم على الناس اللي بيبصوا بيعنيهم على مال غيرهم اللي هم أخوتها فيتقوا الله سبحانه وتعالى وما يبصوش لده ولا يوهموكم إن ده حرام نعم